احبائي اهلا بكم في حلقة جديدة من بنامتكم مدرب حياة مسيحية وسؤال جميل جدا جدنا النهاردة بنشخركوا كلوقوا على اسئلاتكم جميلة اللي تبعتوهن السؤال مش عاربا ان كان رجل ولا ست بيقول ايه ابني مراهق ومش بيحب يروح الكنيسة مش عارفة لا يبواحدة ست مش عارفة اعمل ايه مع انه كان بيحبها وهو صغير ابنها مراهق مش بيحب يروح الكنيسة مش عارفة اعمل ايه مع انه كان بيحب الكنيسة وهو صغير سؤال حلو جميل ربنا يدينا نعمة نجاوبك عليه نتكلمكم يكون عمر تنمية المشارية عشان اغير اي سلوك للانسان لازم اغير ما وراء السلوك يعني احنا لو اكبرنا الولد ان نروح الكنيسة ولازم يروح الكنيسة وغيرنا السلوك من غير ما نغير السبب اللي خلاه يبعد عن الكنيسة أو السبب اللي بيخليه روح الكنيسة مش هنعرف نخليه روح الكنيسة الحيث مهمة جدا نحن نعرف السبب أي سلوك بيعمله الإنسان بيبقى نتيجة فكرة الدهة مشاعر وأحاسيس ففي الآخر تحولت إلى سلوك فإذا أنا لازم أغير الأفكار بتاعة الشخص ده أشوف ابني دلوقتي تعودي معاه وتتكلمي معاه وتشوفي هو ليه مش عايز يروح الكنيسة إيه بالضبط اللي مزهاله من الكنيسة لما عرف إيه السبب وغيره له سهل جدا بعد كده إنه هو يروح الكنيسة فإنه لازم أقعد معاه وافهم إنه بالضبط وهو صغير كان بيروح الكنيسة وبيحب الكنيسة لأنه كانت مرتبطة عنده بمشاعر وأحاسيس معينة مثلا ودي حاجة جميلة جدا جدا بحي عليها نيفت الأمبر ثاني لأنه فعلا أنا عملت معها حديث مرة وقال نفس الكلام وكانت حاجة جميلة جدا زكتها في أرهابي كذا مرة وقلت النيفت الأمبر ثاني بيعمل مضوضة باستمرار بيحبب الولد والبنت في الكنيسة من هما صغيرين يقول الخدام ممنوع حد يزعلهم الأطفال ممنوع حد يزعلهم الطفل يدوبك بس يبقى حاجة صغيرة كده يقول يخش فيه مثلا الكرال والبنت نفس الحكاية يتخش في الكرال ويخش الولد والبنت يبقى متشوق جدا روح الكنيسة اللي فيها بيثبت نفسه بيثبت وجوده وبياخد ملبس بياخد شكولاتاته وبيلعب وبيعمل طبطتك في كنيسة ايه؟ بالمتعة بالفرح فابنك وهو صغير كان آه كنيسة ربطة بالحاجات دي كلها ايه اللي حصل في الدماغه دلوقتي؟ خليه ما يروحش الكنيسة لازم نعرف لازم تعدي معاه قاعدة شخصية وتتعامل بطريقة الأوامر نتفاهم معاه ايه اللي مش عاجبك في الكنيسة؟ ايه اللي مش عايزه في الكنيسة؟ مش عاجبك لسبب معين تشلة معينة ايه اللي مش عاجبك في الكنيسة ده هي؟ طبطتك انا نروح نحضر اقول داس في الكنيسة التانية ده هي تعال هنعمل تعال نشوف ايه اللي بدايقك بالظبط ونغيرهولك لما نغير السبب هتتغير النتيجة بسهولة حتى دي مهمة جدا كل نتيجة هي نتيجة لسبب معينة وعايزك تشتغل في الموضوع ده مش لوحدك انتي وجوز حضرتك وابونا انتو الخادم بتاع الكنيسة كمان امين خدمة يعني انتو الاربعة مع بعض تشتغلوا على الموضوع ده لما نعرف ايه السبب دلوقتي نقعد معاها اعدى فيها محبة اعدى مش فيها اوامر اعدى فيها نحن متفاهم مع بعض طب قول لنا انا مش عايز تروح ما تروحش بس ايه اللي مزعها لك من الكنيسة انا مزعها لي الحاجة الفوليه باس الحاجة دي نشتغل عليه احنا الاربعة يبقى الاب والام مع بعض وابونا كمان يعرف الموضوع ده والخادم يعرف الموضوع واحنا الاربعة بنشتغل مع الولد على الموضوع ده لما نغير الفكرة اللي في دماغ وهي تغير السلوك مش بالاوامر انا عايز اغير الفكرة اللي هي السبب في السلوك بعد كده بتغير السلوك متهى السهولة نربط الكنيسة بالفرح زي ما كانت مرتبطة عنده وعايد صغير ويحب يروح الكنيسة نربط الكنيسة بالفرح نربط الكنيسة بحاجة تثبت شخصيته نربط الكنيسة بشيء ايجابي عنده فتبصر ليه هو متشوق يجي الكنيسة اكتر من الاب والام ساعات انا كنت بدي هنا درس اعداد خدام في سنة او سنتين هنا في الكنيسة وشفت ولاد مولودين هنا مرتبطين بالكنيسة ارتباط غير عادي كنت انا بتكسف منهم بقول ايه الارتباط ايه الجمال ده ايه العلاقة الحلوة دي بينهم بير ربنا وناس مولودين هنا ومترابين هنا لكن مرتبطين ارتباط كبير جدا بالكنيسة ان الكنيسة بالنسبة لهم تمثل شيء ايجابي في حياتهم فاربطي الولد بشيء ايجابي في الكنيسة هيحب الكنيسة اشتغلي على الموضوع ده انتي وجوز حضرتك وابونا والخادم كمان في الكنيسة هيتغير الموضوع ده انه غير السبب تتغير النتيجة ربنا ان شاء الله يجيبوا لحضرة الكنيسة تاني وحضرة المسيح وتفرح به احسن حاجة في الدنيا شكرا لأسلتكم الجميلة وتشوفكم الحلاجة ان شاء الله